أهلا بكم من جديد عذروني على الصوت شوي لكن يعني لكل متوحك هذه الفترة ترشح وإنفلوينزا سلامة الكل إن شاء الله وإن شاء الله دائما تكونوا بصحة وعافية كل حال موضوعنا في هذه الفقرة نحكي فيه عن الاقتصاد الإلكتروني تحديدا التسويق الإلكتروني اليوم معنا الدكتور محمد عطير وهو خبير في الاقتصاد الإلكتروني واقتصاد الإنترنت قلينا نسميه وحيحكي لنا أكثر عن التسويق الإلكتروني ومزايا التسويق الإلكتروني صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا بك الله يساعدك أهلا وسهلا وميت مرحبا يا دكتور دكتور محمد نحن نحكي عن عالم جديد في التسويق هذا العالم لم يكن يخطر ببال المسوقين أن يكون فيه منصات بهذه السهولة والله بهذه السهولة نقدر نوصل بضاعتنا بشتى أشكالها حتى الأفكار أنا أقول عن طريق الإنترنت ما هو التسويق الإلكتروني إذا بدنا نعرفه بطريقة بسيطة للمشاهدين بداية قبل ما نعرف التسويق الإلكتروني نخلينا نعرف المبدأ أو مفهوم التسويق بشكل عام التسويق هو عبارة عن عملية إدارية تهدف إلى تعريف الزبون أو المستهلك بالخدمة أو المنتج اللي رح يشاريه من خلال أعطاعه معلومات إضافية بهدف طبعا استقطابه وجذبه إلى هذا المنتج بغاية الشراء أيضا قبل أن نقوم بتعريف التسويق الإلكتروني لابد من ذكر بعض الأرقام والإحصائيات للإخوان المشاهدين لغاية 31.12.2018 كان عدد المستخدمين العرب للإنترنت حسب الإحصائيات 164 مليون مستخدم عربي كان حجم المدفوعات المسجلة أولاين في العالم العربي 34 مليار دولار نحن للسماء هنا سنة 2019 الأرقام بتشير تقريبا إلى 66 مليار مدفوعات تمت باستخدام المواطنين العرب من خلال الإنترنت تتسوق عبر الإنترنت عبر الإنترنت مدفوعات تم دفعها من خلال الأشخاص في الوطن العربي لذلك نحن نتحدث عن أرقام غير مسبقة أرقام كبيرة يتم تداولها عبر الإنترنت مقارنة بالعالم دكتور شايف أنه الرقم جيد الرقم جيد جدا لكن الآن نحن نتحدث عن التسويق الإلكتروني التسويق الإلكتروني هو تطبيق المبادئ والمفاهيم الأساسي في التسويق التقليدي لكن باستخدام شبكة الإنترنت أو التسويق الإلكتروني أو من خلال الإنترنت لذلك هو يسمى التسويق الرقمي أو التسويق الإلكتروني أو الإنترنت ماركتنج أنه أنا كيف أريد أن أسوق منتجات وأبيحها باستخدام الإنترنت نعم ويبدو العالم أصلا سيستغني نوعا ما عن التسويق التقليدي باتجاه التسويق الإلكتروني أنا هذا الأول رقمي زي ما أنا شايفة يعني فعليا كلامك مضبوط بدرجة كبيرة اليوم يعني 90% من الشركات الموجودة في المنطقة تعتمد على التسويق الإلكتروني أكثر من التسويق التقليدي هذه الأسباب طبعا عديدة منها أنه سهولة الوصول للمستهلك أو للزبون إضافة لأنه الميزانية الميزانية التي توضع في التسويق الإلكتروني أقل بكثير الآن بالنسبة للطرق وأساليب التسويق الإلكتروني طبعا فيه طرق وأساليب وأنواع عديدة للتسويق الإلكتروني منها أنه الشركة المسوقة الإلكترونية تعمل موقع إلكتروني جذاب وجميل طبعا ويكون بما يسمى Auto Responsive بمعنى آخر يشتغل على أي موبايل الرد الآن إضافة لأنه يمكن أن يشغله من لابتوب أو من PC أو Personal Computer أو سمارتفون أيضا يكون فيه إمكانية لعرض المنتج بشكل جميل أن المستهلك يقدر يطلب المنتج يقدر أنه يشتري بشكل أولاين أو بشكل فوري من الموقع الإلكترونية في طريقة أخرى أيضا مستخدمة عبر البريد الإلكتروني أنه كثير من الشركات تعمد إلى إرسال بريد إلكتروني لتارجت كاستمرز أو إلى الزباء المستهدفين بقصد التعريف عن المنتج لكن فعليا أكثر حسطين من طرق التسويقية هي الشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مضبوط الشبكات التواصل الاجتماعي أيضا في أنه نوعين يندرج تحتهم في شيء اسمه social media optimization أو ما يسمى الـ SMO أنه أنا بقدر أستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجاتي وخدماتي بشكل مجاني في أنه إشي اسمه social media marketing أنه أنا بستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق لكن بشكل مدفوع أنا بدفع على إدارة الفيسبوك أو تويتر وبحط إعلانات ممولة أيضا الطريقة الثانية المهمة وكثير للأسف مش مستغلة عنه في الوطن العربي أو في الورثة على وجه التهديد اللي هي محركات البحث محركات البحث أيضا عنه شيء اسمه search engine optimization أنه أنا أستخدم محركات البحث للتسويق لمنتجاتي وخدماتي بشكل مجاني وأيضا في عندي إشي اسمه search engine marketing أو التسويق عبر محركات البحث لما أنا بالجوجل مثلا بحط كلمة معينة بطلع لي أول إشي إعلانات مدفوعة وبعدين الإعلانات الأخرى مضبوط لكن بدي أحكي عن نقطة وأأكد عليها اللي هي search engine optimization أو ما يسمى الـ SEO هذا التخصص قائم بحث ذاته اليوم أنا كيف بقدر أحط typing لبعض الكلمات ويطلع لي منتجات أو website معينة هذا التخصص يستطيع أي أو أنا بصفت بصفات جامعية صار فيك بأكد على طلابنا للتوجه لهذا التخصص لهذا التخصص لهذا التخصص لهذا التسويق الإلكتروني نقدر نستفيد منه على وجه التحديد ما يسمى search engine optimization هذا بتخصصات الـ IT حتى في التسويق كيف أنه أنا أعظم عملية تسويق للـ website ها كيف بنعمله إحنا مثلا هلأ فيه شي يسمونه التريند اللي هو الناس وين رايحه وان شو بتحكي مزبوط مزبوط هلأ كنت قبل كم يوم في أحد القنوات الفضائية العربية وبحكي عن موضوع التريند هلأ التريند أنا بقدر بل خلال الجوجل أعرف أو محرك البحث الناس شو بتحكي بالأوردون مثلا وما بيحكوا عن مسألة الضمان الاجتماعي للدخار مسألة في بعض القضايا المهمة الآن أنا بطور المحتوى للمنتج تبعي بحيث أنه يحتوي على بعض الأشياء بحيث أنه أي شخص يعمل search عن هذا الموضوع يطلع بصفحة لأنه أنا بدي أحكي كمان إذا اتكرمتي معلومة شوية أنا بحبش أحكيها 90% من المعلومات الموجودة في العالم عمرها سنتين بمعنى 90% من المعلومات مرة تانية معلش عمرها سنتين يعني من أيام سيدنا آدم للـ 2017 10% آخر سنتين ضعفت البيانات ثورة معلوماتية فبالتالي إذا حكينا عن التسويق الإلكتروني أنا بدي أحط إعلان إلكتروني في الإنترنت رح يضيع فبالتالي لابد من استخدام أدوات تحليلية ذكية نستخدم شيء اسمه Big Data Marketing واستخدام تقنيات الذكاء للصناعي حتى أنه أنا حتى لما أعلن ما يضيع الأعلان تباعد في بحب الإنترنت طيب بالله يا دكتور عشان إحنا يعني مش كلياتنا مختصين هلأ أفرض أنا يعني عندي مشروع صغير بدي أبلش أنا أسوق له طبعا في شركات كبيرة هايس عندها مختصين وعندها خبراء للتسويق الإلكتروني ناس دارس الموضوع بحرفية ولكن هلأ أنا إذا بدي أعمل تسويق هيك على الدي زي ما بقولوا على أدي لازم يكون عندي خبرات تكنولوجية معناته لازم يكون عندي خبرات في التسويق وكل هاي الأشياء أعتقد آه يعني لازم يكون هو لحد معين كلام اللي بتحكي صحيح لكن هناك أساليب بسيطة يستطيع أي شخص عادي حتى لو ما كان متخصص في العيتي أنه يقوم فيها ويسوق لمنتجه بشكل طبعا إلكتروني وهذا نحن نرى اليوم قاعدات سيدات وأخوان وأخوات أن في الأردن بسوق لمنتجات وسلع طبعا هي قد تكون بشكل بسيط وبديهي لكنه عم بيوصل للمستهلك بدل ما أنه مثلا يفتح شركات أو يأخذ محلات تكون هي مكلفة بالنسبة صحيح والله وصار فيه سيدات محترفات في التسويق الإلكتروني يعني صفحة مرتبة تصوير محترف طريقة في العرض ممتازة فعم بشوف فيه تطور بس برضو هذا مو غلط دكتور أنه عن جد يكون فيه دورات أكتر يكون فيه تعليم أكتر للمجتمع أنا بحسار فيه أمية من أنواع مختلفة غير القراءة والكتابة وكلنا نعاني من أمية في مواضيع مختلفة إلى علاقة بالتسويق الإلكتروني يعني حتى مثلا خلينا نقول اللي بيسوقوا الأفكار يعني أنا مثلا بشتغل في مجال الإعلام والأفكار حتى نحن بحاجة إلى التثقيف أو التثقف أكتر في هذا الموضوع لمن نلجأ؟ كيف نتعلم؟ الآن في يعني إحنا في عصر الإنترنت مثل ما حكيتي فيه أدوات تحليلية اليوم قاعدة تشغل الإنترنت تستخدم في التسويق الفوري وتفاعل الفوري مع الزبور نعم يعني اليوم أنا مثلا ممكن أجي أعمل التسويق لبرنامج يوم جديد تالب فيه عندنا شيء اسمه أناليتيكال تولز أدوات تحليلية أي شخص في الإنترنت في فيسبوك في مواقع في منتديات بيحكي عن البرنامج يوم جديد سواء بالسلبة والإيجاب مثلا واحد حكي عن الديكور بيوصلني المعلومة والتالي أنا بقدر أستجيب واحد حكي مثلا طول الفترة قصر الفترة نوعية وبالتالي هاي الأشياء بتيجي للشركات تستطيع الشركات فيما بعد التعامل مع هاي الأشياء اللي بتيجيهم أنا بقدر اليوم أحدد الناس اللي قاعدين بيشوفوني أو بيشاهدوا برامجهم جديد من أي مناطق من أي دول من أكثر الناس هذا طبعا بيساهم وساعد الناس متخذي القرار أنه يتخذوا قرارات وتطوير منتجاتهم تطوير برامجهم تطوير الخدمات اللي بقدموها طبعا فيه أدوات تحليلية مجانية حتى على الفيسبوك فيه أدوات تحليلية سهل أي شخص بقدر يستخدمها مجانا أنا عامل صفحة الفيسبوك بقدر أشوف من الزبائع المستهدفين من أي مدن أي عامل فترة عمرية فعلا موجودة بمتناولة بسيطة جدا موجودة بطريقة بسيطة جدا هل التسويق الإلكتروني عم بشوفه ممتاز لكن التسويق الإلكتروني لسه بحس الوطن العربي أو مجتمعاتنا يعني إجر قدام وإجر وراء زي ما بقوله بخافوا من موضوع أنهم يشتروا شيء أونلاين بقولك أنا أول شيء بجوز فلوسي ما بعرف وين بدأتروح ثاني شيء ممكن يوصلني المنتج وأنا مش عارف شو الكواليتي تبعه صحيح وكثير مرات فعلا مننغش في الكواليتي تبع المنتج إلى حد معين وكلامك صحيح 100% الآن في كثير من المواقع الإلكتروني قد تكون وهمية قد يكون المنتج المعروض غير اللي بتتم استلامه طبعا في بعض التوصيات اليوم أنا لما أنا بدي أشتري منتج وفضل أشتري من الشركة المصنعة وبالتالي هاي عبارة عن مواقع إلكتروني موثوقة ومعروفة لكل الأشخاص ما بشتري من مواقع مغمورة وغير معروفة وأيضا في بعض الأحيان يعني أنا منتج على سبيل المثال 8 ألف دولار وبلاقيه في ووب سايت بخمسين هذا يدعو للقلق والشيك بأنه أنا ما أروح إلى هاي الأشياء تقاوت الأسعار هذا بيخليك بدك تسأل نفسك بالضبط إلى حد كبير طبيعة التسوق حتى الأحجام اللي حكينا فيها قبل شوي كثير منها خاص بالمأكولات والطلب للمأكولات والألبس اللي هي بتكون في مناطق جغرافية قريبة لذلك مسألة بالضوت مسألة الخوف منها مش كثير كبير إلا أنه أنا بالنهاية أن أعرف من مين عن بشر الشغلة بس هي مسألة تسهيلة أنه بدل ما أروح أنا هو رح أطلبه إلكترونيا ويصني الوانتج واللي بده يسوق إلكترونيا دكتور يعني شو هي المزايا اللي ممكن نستعرضها إليهم بحيث أنه يتشجعوا أكثر أنهم يسوقوا إلكترونيا هل التسوق الإلكتروني الحلو فيه أنه اليوم أنا لما بسوق إلكتروني أنا ما بكون أنا مستهدف الكستمرز الموجودين في عمان أنا بسوق إلكتروني لمنتجي للعالم بأكمل وبالتالي أنا بقدر أوصل منتجي لشريحة كبيرة من المستهلكين اليوم إذا أنا بدي أخذ مكان في عمان مثلا رح أكلفني مشروعي مئة ألف أنا بالمئة ألف على الإنترنت بعمل ثورة تكنولوجية في التسويق الإلكتروني طبعا لا بد من استخدام الأدوات التسويق الإلكتروني بشكل سمارت محترف بالضغط محترف وأعرف وين المزيج التسويق المناسب وين أكثر أشياء بتفيدني في تسويق منتجي والحلو في التسويق الإلكتروني أنه أنا بقدر أعرف شو أكثر قناة التسويق الإلكتروني جابت لكستمرز بعكس التسويق التقليدي يعني أنا اليوم في عمان بحطي أفطات وبحط بس ما عم بعرف من وين قاعدين بيجون الكسر بس في الإنترنت لا أنا بعرف أنه جاني من الموقع الفلاني ألف واحد نعم بيجيني من إربد كتير معنا هيك خليني أكثف مثلا أني أحكي مع هالإربد ولا أعرف حاوث بلهم شغلة معينة في عم بتصير ظاهرة يا دكتور ناس بتنجح بالتسويق الإلكتروني بتروح على بترجع بتفتح محل نتيجة المنصة الإلكترونية التسويقية بروحوا ولا هم بيقولك هلأ إحنا محلنا موجود بيكري مثلا مخبز ولا شيء والعكس مرات بيكون يعني هو نفسه المخبز عم بنجح أكثر إلكتروني بسكر المخبز وبيضل الشغل للتسويق الإلكتروني هاي الظاهرة كيف عم توصفها دكتور أو كيف عم بتحللها هي شوفي هي دليل النجاح حول الفشل اليوم لما أنا مثلا عملت موقع إلكتروني وسوقت إلكتروني لمنتجات أنا عم بعملها بمشغل بسيط وعم بتطور البزنس تبعي فبالتالي أنا بجزء من نجاحي وحتى أعمل أبني الثقة عند الكسامرز أنا بروح بابني الفيزيكال لوكيشن إلي اللي هو الموقع الفعلي أو قد يكون نتيجة فشل لأنه اليوم أنا فتحت هذا البكري مثلا على سبيل المثال الذكرتي وكلفني مئة ألف وأنا ما بطلع الرنين كونس أو التكلفة التشغيلية وشايفي فرصة والتالي بتوجه إلى التسويق الإلكتروني حتى أخفف من التكاليف اللي هي الرنين كونس أو التكاليف التشغيلية صحيح بس أنا حتى بحس يا دكتور أنه برضو اللي بنتطبق في كلمة واحدة شعبية يعني اللي بنتطبق على التسويق التقليدي بنتطبق على التسويق الإلكتروني أنه أرزاء مرات فتحس أنه في شي بنفس الجودة ولكن هذا بنجح هذا ما بنجح لحد كبير لكن والله في شركات يعني صارت شركات أول شي متعددة الجنسيات ودخلت ملايين كبيرة جدا طبعا إمبراطوريات تسويق لذلك هو علم اليوم إحنا لما حكينا في سنة 2018 عندي 34 مليار دولار لو شركة كانت حصتها سوقي 1% تحكي عن 340 مليون دخل الشركة وبالتالي يعني إتس وورث أو من المجي أنه شركات تستثمر في التسويق الإلكتروني حتى أنه توصل للمستهلكين وتقدر تنجح المنتجات وبهمنا أننا نظلنا نستضيف نستضيفكم دكتور نعرف ونتعلم عن هالعالم أكثر بشكل علمي أكثر وليس بشكل عشوائي شكرا دكتور محمد ذاتير على وجودك معنا ومباشرة أظنني بيقول لي فاي أنه هناخد تقرير لأحمد أو حمد خلينا نشوف التقرير مشاتل الورد والله كثير الموضوع حلو خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لكم